منسوب الانتقاد العالمي لسياسات إيران في المنطقة ارتفع بشكل غير مسبوك بعد الهدنة التي عرفتها العلاقات الإيرانية الغربية إبان توقيع الاتفاق النووي في العام 2015 فلم تترك الإدارة الأمريكية الجديدة مناسبة إلا واستغلتها لتوجيه الانتقادات للسياسات الخارجية الإيرانية وكذلك تفعل بريطانيا ومن معها من الدول الأوروبية وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وفي مقابلة تلفزيونية خاصة رفع السقف تجاه طهران ودع العالم إلى ضرورة مجابهة السياسات الإيرانية بحزم فتلك السياسات هي المسؤولة عن تزويد ميليشيات الحوثي والحجد وحزب الله اللبناني والنظام السوري بالصواريخ ليس لدى إيران النية الحسنة في المنطقة نحن نعلم ماذا تفعل في اليمن وسوريا ولبنان بإرسال الصواريخ لحزب الله والنظام السوري المتعطش للدماء هي سينفونية لطالما أطربت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعزف على وطرها منذ توليه كرسي البيت الأبيض فهو مجددا اتهم طهران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط واعدا بالتصدي لها حاله حال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكيهلي التي أعلنت امتلاكها أدلة تثبت تورط إيران في النزاع اليمني تماما كما عرضت أدلة فيما مضى على تزويد الحرس الثوري للميليشيات الموالية له في المنطقة بأسلحة وصواريخ بعيدة المدى لكن ربما انتقادات النهار تمحوها الوقائع على الأرض فكل الوعيد والتهديد الغربي لإيران ولسياساتها في المنطقة يصفه البعض بالفارس الذي يحارب طواحين الهواء ولربما احتفال وكالة فارس الإيرانية بمرور عشرين عاما على تولي قاسم سليمان قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري على طريقتها الخاصة تختصر المشهد ومن جملة ما تختصره أن التمدد الإيراني ماضي في طريقه حتى النهاية من دون رادع فهو أخذ صنعاء وبغداد وقبلها دمشق وبيروت ودشن طريقه البري من طهران إلى البحر المتوسط ولم تغني تلك التصريحات الغربية شيئا ولم تسمن من جوع